لما تصل السجينة لللوزة يعني واحد يذبها على الثاني بعيدا عن التسقيط وبعيدا عن الابتزاز فأنا قدمت ملفات وقدمت وثائق وقدمت شهود والأخوة في هيئة النزاهة كانوا يحتاجون إلى وقت لمطابقة والتأكد من هذه الأمور وعلى سبيل المثال الملف اللي عرضتي بالتقرير اللي هو ملف الصفائح أو البليت يعني هذا الملف أنا طبعا قدمته بشكل رسمي وتقدرون أيضا يعني تعيدون الكتاب مالتي نعم الزمين المخرج إذا أمكن هذا الملف يتعلق بوجود صفائح يعني حتى أسولفها بالعراقي سابقا كان عندنا دهن الراعي والصفائح مالتي تكون صفائح من مادة خاصة حتى يعني تحافظ على مادة الزيت والدهن فهذه الصفائح هي صفائح من منشأ فرنسي وياباني وهذه ليس لها إكس باير ما بيها إكس باير يعني نذبها بالبحر بالأملاح ما للبحر ما عليها شيء لأن هذه يعني لما استوردوها في ذلك الوقت استوردوها بملايين الدولارات فالجماعة بوزارة الصناعة هم يدورون يعني للأسف الشديد على أي شيء بيعونه ويحولونه إلى فلوس وعمولات ويقسمونها فإجوا على هذه الصفائح حسعاني حقيقة والله استواجدان ما أتذكر الأرقام بالضبط فتعذريني ولا أتكلمني عن الفكرة العامة نعم إجوز هسا أنت إذا تقرينها مبينة بس أنا والله ما أتذكرها بس كتابي واضح به الأرقام فالمهم هم باعوها فد برقم يعني إجوز هي تسوالها فد 20-25 مليار وهم باعوها لنفرض فد بـ 3 مليارات وطبعا هم المفروض ما يبيعونها هذه المادة لا يمكن لها أن تباع هم سووها قطعوها يعني حولوها من مادة إلى مادة مصنعة سوح يعني قالوا قصينا الصفائح ومطرعا ما قصوها لكن هم باعوها بأسعار وسجلوها بأسعار أخرى لا لا هم باعوها بفلوس حلوة لكن ثبتوها بثمن بخص فحتى يحامون نفسهم الوزارة شكلوا لجنة تحقيقية وتدري لما تصل الستشين للوزة يعني واحد يذبها على الثاني فهذا الشخص اللي كان هو وكيل واسمه مفق اللي ضمن 14 مليار و 671 مليون دينار على ما أذكر يعني 14 مليار و 600 هذا الشخص هو كان يعني يعني عدم إثبات الشيء لا يعني النفي أنا أعرف هو كان هو ضمن فريق الوزير منهل الخباز وفريق الوكيل يوسف الجنابي اللي أحد الفضائيات سوى تبطى القومي وهو فاسد ويعني أيضا محتال على القانون نعم فالمهم هاي تقاسموها لكن لما إجي الملف في الهيئة النزاهة وهيئة النزاهة قالت دزوننا الأوليات شوف هنا حتى أربط لت شوية القضية الجزائية هاي لما تحولت قضية جزائية فحولوها إلى وزارة الصناعة فوزارة الصناعة لما إجاههم ما يقدر يفلتون لأن أنا مقدم وثائق وثائق وأدلة ومقدم مستندات ومقدم أدلة ومقدم شهود فما بيها مجال فهم تسووا إجراء احترازي أنا مقدمها بشهر السادس باو ستوجدان الملفات وهي وهم مسوين تحقيق بشهر الثامن حتى يخلص رقبت الوزير ووكيل الوزير المتهمين بالفساد ولكحوها برقبت هذا شريكهم لأنه هو يعني الحرامية إذا ما ينكشفون بالبوغة ينكشفون بالتوزيع وإذا ما ينكشفون بالتوزيع ينكشفون بالتحقيق فلقحوها برأس هذا مفق اللي هو طبعا مخلينا جوكر وين أكو بوغة في أي وزارة يحولونه عليها وهسألوا الأمانة العامة تسوي جرد لتحويل الوزراء وتدوير المدراء والوكلاء في عهد منهل الخباز للاحظوا بشكل واضح يعني اليوم أنا ما معقول أسويهم يعني أفرهم يروح لشهر يعني بشركة أو بدائرة ويكمل هذا العقد وبعدين حاول يكمل لي يروح بقير مكان ليس من المعقول اليوم لذلك الشرفاء في وزارة الصناعة انسحبوا خطوة اليورة يعني الشرفاء الموظفين والمدراء انسحبوا لأنقل ما مستعد إنه باشر أنسجن على مود ياخذ الوزير والوكيل ياخذون عمولتهم وأنا ينطوني شم دينار